وأن الطفل لا عيش ألف سنة ما بأنساها أيام رهيبة، أيام مرعبة، أيام أحدينة من أوجه خلونس كان، كان موظف يروي بسان بربخ وهو متكئ على عصاه في غرفة بلا نوافذ في منزله أن ذكرى أول احتلال إسرائيلي لقطاع غزة ما زالت محفورة في ذهنه رغم مرور 65 عاما عليها في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي احتلت إسرائيل قطاع غزة نحو أربعة عقود من العام 1967 إلى العام 2005 عندما انسحبت قواتها العسكرية من القطاع الذي فرضت عليه بعدها حصارا محكما في العام 2007 لكن المرة الأولى التي احتلت فيها إسرائيل القطاع كانت في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1956 وهو اليوم الذي استسلم فيه حاكمه العسكري المصري احتلت إسرائيل غزة أربعة شهور خلال أزمة تأميم قناة السويس أنا سأشوف عاصرة تخبط حالة والطفل أشوف إخواتي مرميين على الغرض مكتلين دمرونا خاصة اللي هوت بال56 يعني هذه ليست دولة هذه هذه عصبات هذه في السادس والعشرين من تموز يوليو عام 1956 أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس الممر المائي الذي كانت تديره بريطانيا وفرنسا ما دفع إسرائيل وفرنسا وبريطانيا إلى شن العدوان الثلاثي على مصر حينها احتل إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سينا وطل إسرائيل عقبت مدينة خانيونس على استبسالها في هذه المرحلة كان فعلا فيه مقاومة موجودة فيها كان فيه حاميات موجودة فدائية في اللحظة هذه قاومت واستبسلت مدينة خانيونس لكن تحت ضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي آنذاك انسحبت إسرائيل من تلك المناطق في أذار مارس عام 1957 ورغم أن هذه الفترة لم يصلت عليها الضوء في سجل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا أنها أطلقت انذارات مبكرة بشأن التوترات المستقبلية المحتملة ورسمت ملامح عقود ثلاث تمثلت باحتلال إسرائيل للقطاع إبان حرب الأيام الستة في العام 1967